كيف يمكن الاحتفاء بذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر في ظل احتلال جديد للمحافظات الجنوبية وفي بلد تتناهش الأطماع والانقسامات كيف تقاربت الظروف والأحداث بين الأمس واليوم وما دلالة إحياء هذه الذكرى في ظل كل هذه المآسي المحيطة باليمنيين أهلا بكم يحتفل اليمنيون بالذكرى السادسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر هذا الحدث العظيم الذي مثل منعطفا تاريخيا ليس لأبناء جنوب الوطن فحس بل ولكل البلاد يحتفل اليمنيون بهذه الذكرى ولا يزال الوطن يئن تحت ضربات الأطماع والتدخلات الرامية لتفتيته فما هي مخاطر ارتهان القرار السياسي لأصحاب هذه الأطماع العابرة للجغرافية والسيادة الوطنية وما مستقبل اليمن في ضوء هذه التجاذبات حل بيسع هذه الذكرى أن تلهم أحرار البلاد اليوم لاستحضار ملاحم ثوار أكتوبر للأحر المحتل وتحقيق النصر والاستقلال والعزة والكرامة خصوصا مع تراكم الصخة الشعب تجاه الأطماع والتدخلات القادمة من السعودية والإمارات وإيران من عالي هذه الجبال بدأ راجح غالب لبوزة ورفاقه طي حقبة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس في هذا الجزء الغالي من اليمن قبل 56 عاما انطلقت شرارة الثورة من بنادق هؤلاء لتتحول سريعا إلى غضب شعبي عارم أنهى 128 عاما من الاستعمار البريطاني ومعه أدواته المحلية من سلطنات ومشخيات لتبدأ مرحلة تأسيس الدولة الوطنية التي أصبحت لاحقا الركيزة الأساسية للدولة اليمنية الموحدة تمر ذكرى ثورة يكتوبر اليوم واليمنيون يعيشون ظروفا تشابه ما كان عليه الحال ليلة انطلاقها فبالأمس عنت عدن من الاستعمار البريطاني الذي كمم الأفواه ومارس أفشع الانتهاكات على المواطنين ذات الانتهاكات تمارس اليوم في عدن بعد الانقلاب الذي رعته الإمارات بالشراكة مع وكلائها المحليين في المجلس الانتقالي يرفع وكلاء أبو ظبيلا فتة الجنوب العربي وهو المشروع الذي قامت ضده ثورة الرابع عشر من أكتوبر عندما كان يعبر عن أهم أدوات المستعمر من السلطنات والمشاخيات ما قبل الوطنية لكن الفرق أن دولا عربية كبيرة كانت بالأمس تصطف مساندة ثورة أكتوبر ضد الوصاية الخارجية ومشاريع التقسيم بينما بعضها اليوم وفي مفارقة عجيبة يختطف القرار اليمني ويدعم مشروع تفتيت البلاد من انقلاب عدن قبل أكثر من شهر عملت وتعمل الرياض وأبو ظبي على ترسيخ جدور الانتقالي باعتباره الطرف المسيطر على الأرض في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد وتأسيسا على دور سيء كهذا تحولت الدعوات التي كانت تطالب الانتقالية بالتراجع عن تمرده إلى دعوات للحوار في جدة والدخول في متاهات المشاورات التي لا تغير في المشهد على الأرض لصالح الطرف الشرعي الذي يقول التحالف إنه يسانده لم يفقد اليمنيون الأمل بعد في استدعاء الإرادة التي فجر الثورة أكتوبر فها هي الظروف ذاتها تتخلق لتدفع بتيار واسع يحكمه وعي الانتماء لليمن نحو إنهاء وضع تتبدى معه ملامح احتلال كامل اليوم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ محمد المقبلي أمين عام مجلس شباب الثورة هنا في الاستوديو وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة أستاذ خير أستاذ محمد أهلاً أستاذ أستاذ أسي أهلاً بك إذن برأيك كيف يمكن بداية الاحتفاء بذكرى الرابع عشر من أكتوبر في ظل احتلال جديد للمحافظات الجنوية عيد مبارك عليك وعلى كل يمن يحر في جنوب اليمن وفي شماله من الجيد قبل الحديث عن ثورة أكتوبر هو نتحدث عن جملة من النقاط المختصرة والمهمة ثورة أكتوبر هي عبارة عن تراكم لنضال وطني في جنوب اليمن تداخل هذا النضال الوطني مع شمال اليمن رموز ثورة سبتمبر تكونوا في عدن ورموز ثورة أكتوبر رادوح لبوزة ونجيب قحطان الشعبي كانوا أيضاً على تواصل كبير مع الحركة الوطنية في صناعة كما أنه ثورة أكتوبر هناك من الأطروحات التي تطرح وتقول أنها جاءت تحصيل حاصل لتسليم الإنجليز العدن لا هناك كفاح هناك حاركة فدائية في جنوب اليمن هناك انتفاضة بدأت في مطلع الأربعينيات وانتفاضة حصرة الضالة في عام 1958 وقادها في منطقة جحاف على وجهة تحديد وقادها عسكر الهذالي على وجهة تحديد كان اسمه محمد عسكر الهذالي على وجهة تحديد وهناك عملية تضحيات كبيرة أفضت إلى ثورة الرابع عشر من أكتوبر الحديث عن كيف يمكن الاحتفاء بذكرى ثورة أكتوبر من الجيد أن نعود إلى الوراء قليلاً لنعرف على ماذا كان يركز المحتل قبل ثورة أكتوبر وعلى ماذا يركز المحتل الجديد في هذه المرحلة يركز المحتل على ثلاثة مجالات أساسية على عدن على وجهة تحديد عدن تنقسم تركيزه الأساسي على الميناء وعلى الموقع الجيو استراتيجي العدن وهذا ما يركز عليها المحتل المستجد على وجهة تحديد هو التركيز على الميناء والتركيز على عدن كجيو استراتيجي يركز على طمس هوية اليمن في عدن تحت مسمى الجنوب العربي وهذه هي أطروحات أيضاً المحتل المستجد الجديد وأدواته أيضاً في الداخل كان أيضاً يركز على عملية التقسيم المناطقي هو الفرز المناطقي وإنتاج جملة من السلطنات اللامتناهية التي تشتغل على الضد من شيئاً أساسياً فكرة الاستقلال والشغل بالوكال الصالحة المحتل وتشتغل على فكرة التنصل عن الهوية اليمنية إذن في لحظة فارقة تدعى اليمنيون لطرد المحتل فهل سيتدعون اليوم أيضاً لطرد المحتل الجديد الإمارات والسعودية وإيران من كل شبر في اليمن؟ هذا الشعب هو ولاد انتفاضات تقريباً من الخصوصيات اليمنية التي ربما تختلف عن خصوصيات الشعوب في المنطقة العربية هي حاجة يمكن تسميتها بالتراكم والنظار اليمنيون ليسوا كبقية الشعوب العربية عندما ينكسروا مرة لا يعودوا لا بعد فترة من الزمن دائماً شعب ولاد عندما انكسرت الانتفاضات التي كانت في مطلع الخمسينات تخلقت الانتفاضات في عام 1930 ومن الجيد جداً أننا ندرك أن الجنوب عندما تحرر التحرر الكامل في الثلاثين من نوفمبر أي بعد ثورة الرابع عشر من أكتوبر تحرر وكانت المنطقة العربية كلها دخلت في مرحلة انكسار ونقصد ذلك النكسة التي كانت في حزيران في عام 1967 لكن اليمنيون حققوا مفاجأتين في الجنوب تم طرد آخر جندي بريطانيا من عدن وفي الشمال تم تثبيت الجمهوري وفاك حسر صنع بمعنى آخر أنه تم هزيمة رأسي الثورة المضادة في تلك المرحلة وهي بريطانيا كرأس الثورة المضادة على المستوى الأدولي والمملكة العربية السعودية كرأس للثورة المضادة على المستوى الأدولي واليمنيون قادرون على تريد الكثير من الانتفاضات هناك أيضاً وعي كبير جداً بثورة أكتوبر لأنها أيضاً تعيش تهديد وجودي كما هو الحال بالوعي بثورة السبتمبر التي تعيش أيضاً تهديد وجودي في الشمال من قبل ذات الأدوات الخارجية فأنا وبقى تقدير الشخصي لو أن ليس هناك فيتو سياسي يستخدم ضد ما يمكن أن نسميها بالحركة الوطنية بكل تشكيلاتها من جيش ومن مقاومة في الجنوب نعتقد أن الانتفاضة الشعبية قادرة أن تستعد عدن في غضون أيام قليلة والجيش الوطني والمقاومة قادرون على استعادة الصناعة في أيام قليلة لو لا الفيتو السياسي ونحن نعرف كنترور الذي يحرك هذا الفيتو السياسي على مستوى الأقليمي إذن برأيك ما هي دلالة الاحتفاء بهذه الذكرى على مستوى الصورة المستقبلية لوضع اليمن؟ أنا أعتقد أن الأهم نقطة ويحسب لهذا البرنامج أنه كرس على مستوى حلقات خلال هذه السنوات وهي فكرة حفظ الذاكرة الشعوب عندما تحفظ ذاكرتها الوطنية وعندما تتحصن بالفكر الوطني وعندما تعيش هذه المراحل التاريخية في وجدان الناس أعتقد أنه لا يمكن أبدا أن تتعرض لأي تهديد وجهدي من الجيد جدا أننا نشير إلى نقطة في غاية الأهمية أن ثورة أكتوبر كمشروع وطني كبير وثورة سبتمبر كمشروع وطني كبير قبل أن تسقط كمؤسسات وكمناطق وكمدن وكصحف صحيفة اسمها الرابع عشر من أكتوبر صحيفة اسمها السلسة والعشرين من سبتمبر هي سقطت كفكرة من وعي الجماهير وهذه كرسها النظام الذي أستمر ثلاثة ثلاثة سنة لم يشتغل على حفظ الذاكرة أشتغل أيضا على هوية مثلا لو نزل استفتاء إلى الشارع اليمني للشباب من عمر تقريبا عشرين سنة إلى عمر أربعين سنة وهم أكثر فئة متعلمة في اليمن ربما لا يستطيع أحد أن يسرد أربع إلى خمسة صدر عن رايح لبوزة أو عن عبد الفتاح السماعيل أو عن باذيب أو أن يسرد حتى عن رمز كبير مثل قحطان الشعبي وفيصل الشعبي وسالميا نعم نسمحنا أستاذ محمد أن ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن مساء الخير أستاذ مدرم مساء الخير لقيوا لضيفانا الكريم لجميع مشاهدين قناة بلقيس نعم أهلا بك أستاذ مدرم الصوت يصلني ضعيفا لا أدري هل من المصدر أم من هنا بداية كيف نود أن نسمع منك إحدف الشارع الجنوبي في المحافظات الجنوبية بالذكرى السادسة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة أولا أن شعبنا في الجنوب خاصة في اليمن العامة وأن الشعوب العربية بالذكرى السادسة والخمسين لقيام ثورة أكتوبر المجيدة التي قامت في 1963 وهي الثورة المباركة التي كانت هي الثورة الأمة الأولى بالنسبة للجنوب هذا واحد والشيء الثاني فقد اصدر مجلس الحراكة الثوري وبالأصحى الزعيم حسن باعوم بمناسبة ذكرى السادسة والخمسين لثورة أكتوبر اليوم بيان وتضمن بعض المقتطفات منه أولا فيه رحب بالإيقاف الحرب ورحب بإيقاف الحرب المبادرة لإيقاف الحرب من قبل المجلس السياسي في صنعاء ثانيا رحب بالانسحاب الإماراتي واعتبره خطوة في الطريق الصحيح من بعض محافظات القنوب وعدن ونتمنى للانسحاب الكامل من كل أراضي القنوب وانسحاب كل القوات الأجنبية من القنوب واليمن والثالث شكر كل الألوان الطيف الجنوبي الذي لبت دعوة الانتوا في إطار القبهة الوطنية التي هي الآن تحت التأسيس وسيتم إعلان عنها إن شاء الله في القريب العاقل هذا شيء دعنا نتحدث عن البيانة الذي أصدره الزعيم حسن أحمد بعوم قائد الثورة الجنوبية في بيانه الصادر في هذه الذكرى دعا فيه كافة أبناء الجنوب لتمسك بثوابة الثورية الجنوبية والاستقلال بالقرار تقدم بشكل كافة الأطياف الجنوبية التي لبت دعوته لتشكيل جبهة إنقاذ وطنية جنوبية تضم جميع الجنوبيين بمختلف مشاربهم كما وجهها بدعوة لكافة الأطراف المتصارع على السلطة إيقاف الحرب وحق نسيل الدماء ودعا دول الإقليم إلى قيم علاقات متوازنة مبنية على احترام المتبادل لضمان أمن المنطقة واستقرارها على ماذا يدل هذا البيان أستاذ مدرام هذا البيان يدل أن الثورة في الجنوب ما زالت مستمرة صحيح كانت الثورة الأمة الرابع عشر مكتوبر إلا أننا ما زلنا في إطار الثورة وكان في الأمس الاحتلال البريطاني البغيض واليوم يوجد لدينا احتلال متعدد الإنسيات الاحتلال التي سيطر على موارد ومقدرات ومنافذ السيادية للبلاد منها المطارات والمواني والأبار النفض وغيرها الاحتلال الذي أقام مليشيات متعددة للبسط عليها في إطار الجنوب الاحتلال الذي سلب إرادة وفعالية الشرعية والجنوبيين في هذه المرحلة والمراحل السابقة الاحتلال الذي حاول السيطرة على قزيرة سقطرة والاحتلال الذي يريد أن ينفذ أجندته في محافظة المهرة عبر الأنبوب اللي الجميع يعرف عنهم بدون أي تنسيق ودون أي اتفاقيات فرض أمر الواقع بالقوة والإمكانيات التي يمول بها الاحتلال الذي آسر الحكومة ما يسمى الحكومة الشرعية في الرياض الاحتلال هو الذي الآن يفرض أجندته على ما يسمى على المجرس الانتقالي القنوبي وعلى الحكومة لتمرير أجندات خاصة فيه وهي بالأصحة تنفذ تطلعاته الخاصة به الاحتلال الذي يقاتل إيران في اليمن الاحتلال الذي يحرر قزر الإمارات طنبة الكبرى وطنبة الصغرى وأبو موسى هنا عندنا في عدن ومحافظة القنوبية وتحديدا في سقطرة نعم إذن ابقى معنا أستاذ مدرم أعود إليك بعد سؤالي لأستاذ محمد أنتم في مجلس شباب الثورة أيضا أصدرتم بيان ما هي أبرز مضامين أستاذ محمد نحن ركزنا في حق التلامر على استحضار ثورة الرابع شهر من أكتوبر في هذه المرحلة الراهنة التي تشهدها اليمن وركزنا على نقاط عديدة على عظمة هذه الثورة وركائزها الأساسية ونقصد بركائز أكتوبر العظيمة هي فكرة الاستقلال وفكرة أيضا الهوية اليمنية وفي ظل محاولة الإخراج ثورة أكتوبر من فضاءها اليمنية على وجهة التحديد وهذه ثورة مضادة وركزنا أيضا في حقيقة الأمر على مسألة المكتسبات التي أسستها ثورة الرابع عشر من أكتوبر وفي مقدمة التقدم وفي مقدمة أيضا الوحدة اليمنية التي كانت عقيدة سياسية راسخة في ثورة الرابع عشر من أكتوبر وكانت هي أيضا للإنصاف التاريخي أكثر من نظر للوحدة اليمنية على المستوى الفكري وعلى المستوى السياسي كانت الطلاع الوطنية من ثورة الرابع عشر من أكتوبر حتى كانت أكثر وعي فكري ووعي تاريخي بالوحدة اليمنية نتيجة عملية الاستهدافة التي تمت للعقل الفكري داخل ثورة سبتمبر رقصتنا الزبيري وعلي عبد المغني ورفاقه بينما ظل العقل الفكري حاضر ينظر للوحدة اليمنية ويطرح طروحاته المهمة جدا المتعلقة بالوحدة لدرجة أن أول تعريف لحظة اجتماع الحركة الوطنية الموجودة في الجنوب في الثلاثة الرابعة عشر من أكتوبار عندما أجابوا من نحن فقالوا نحن اليمن وركز أيضا البيان على مجموعة من المعطيات السياسية في مقدمتها أننا في الوقت الذي كان اليمنين يكيفحون الأوائل المؤسسين للمشروع الوطني ضد الهيمنة والوصايا الخارجية هناك أيضا حراك شعبي واسع يمتد في كل أرجاء اليمن إلى المهرة إلى سقطرة إلى عدن وهذا الاحتلال يحمل ذات المشروع الكبير الذي تركه الآباء المؤسسين للمشروع الجمهوري رفض الوصايا من قبل محتل المستجد قال عنه أحد المفكرين أنه يريد أن يقيب إمبراطورية على سيقانة جاجة نعم إذن أعود إليك أستاذ مدرم أستاذ مدرم هذا الحدث العظيم الذي مثل منعطفا تاريخيا ليس لأبناء الجنوب الجنوب الوطن فقط وإنما للبلد بأكمله يأتي والبلاد تشهد موجة من التجاذبات الإقليمية والدولية على الساحة برأي كيف تقاربت الظروف والأحداث بين الأمس واليوم عاد أكتوبر في هذا العام والعوام الثلاثة والأربعة الماضية بغير كل العوام التي سبقته عاد أكتوبر وبلادنا تغرق بويلات ومستنقعات الفراغ السياسي والاقتتال الأهلي عاد وما زال شعبنا على أعتاب الماضي عاد والناس تفتقد لأمنها وغدائها عاد ليرى تحولات الانتصارات لانكسارات عاد ليرى تحولات التورى لثروة عاد ليرى تحولات التورى لثروة وقوامها رايا مسلوبة الإرادة هذا هو أكتوبر الذي نحن نشده في هذا العام للأسف الشديد وذلك ما يحزننا ويحزن كل الأحرار في الجنوب ويحزن ثوار 14 أكتوبر الأوائل الذي نضحوا بأرواحهم وكل ما ملكت أيمانهم من أجل إقامة الدولة الوطنية ولكن للأسف الأمور مشت على ما غير تشتهي السفن كما يقال نتذكر في ثورة أكتوبر 56 ومراحل التي تحققت هل تحققت فعلا أهداف ثورة أكتوبر صحيح حسب كانت الأهداف المقيدة والنبيلة التي أقرها الثوار الأوائل أم لم تتحقق يعني نحن بعد 56 عاما ماذا نرى نرى الأمور المشهد يتقدد والتاريخ يكرر نفسه ونحن على عثبات ثورة أخرى إلى متى سنظر أن نحن من ثورة إلى ثورة هناك ثوابت ثورة 14 أكتوبر تم إزهاقها صحيح أنها قامت الثورة ولكن كانت هناك تنازلات ونفس التنازلات التي حدثت في ثورة أكتوبر هي الآن تحدث الآن في الثورة الحالية التي نحن فيها ثورة أكتوبر كانت مكونة من كل طلاع القوى الثورية في القنوب في ذاك الحين القبهة القومية وقبهات التحرير والتنظيم الشعبي والربطة وغيرها ولكن ماذا حصل تم الهماش والتهميش والإقصاء والتخوين وسلب إرادة التورة والتنازل على المكاسب كانت لابد أن تحقق لو لا تحققت المكاسب في تلك المرحلة لما وصلنا نحن إليها صحيح قامت التورة صحيح أنه قيمة القمهورية ولكن على كيف قامت القمهورية مشوهة في مرحلة الماء ونحن نتيجة تلك المرحلة التشويه ما زلنا نحن نعاني فيه على سبيل المثال حينما تم الاتفاق ما بين الثور في ثورة الرابع عشر من أكتوبر والاحتلال بريطاني على قلائه كان هناك طرفان هناك طرف القمهة القومية والقبهة التحرير كان الاتفاق مع قبهة التحرير أن تدفع بريطانيا عشرين مليون جنيه سرليني كتعويض عن احتلالها كان المتبق مع بريطانيا أن تسلح الجيش الوطني لمدة عشرين عام واتفاقات أخرى هذا الذي كان مؤمن له وجاء الطرف الآخر الذي تنازل عن العشرين مليون وهي الذي كانت ستقام فيه الوطن واقتصاده جاء الطرف الآخر وتنازل عن تسليح الجيش الوطني آنذاك من أجل أن يسلم السلطة وآن ماذا يقولون برأيك سيد مدرم ما دلالة الاحتفاء أو قيمة الاحتفاء بالرابع عشر من أكتوبر في ظل هذه الأحداث الراهنة في بلد يعني تتناهش الأطماع والانقسامات قيمة الاحتفاء بأكتوبر يقدد أن الشعب الجنوبي ما زال على العهد ماضي ولن ينقر رغم الانكسارات والخذلان رغم تكاتف الإقليم علينا رغم الخذلان الدولي رغم المعاناة رغم الحصار رغم الأنين رغم الطائرات التي تستهدف المدنيين رغم الطائرات التي لا تفرق ما بين قوات أنصار الله وقوات الشرعية ما زال شعبنا يظل ثائر حتى تحقيق كافة تطلعاته وتأتي هذه الذكرى لتمد من عزيمته لتمد من قوته لتزيد من إرادته إننا على الدرب سائرون إن ما خطه الشهيد البوزة وما خطه الشهيد عبد النبي مدرم وما خطه الشهداء آنذاك نحن سائرين عليه إلى أن نحقق أهدافنا وتطلعاتنا الوطنية أعود إليك أستاذ مدرم بعد أن أسأل أستاذ محمد أستاذ محمد ما هي مخاطر ارتهان القرار السياسي لأصحاب هذه الأطماع العابرة للجغرافية والسيادة الوطنية مصادرة الإرادة السياسية ومصادرة الإرادة السياسية تعني مصادرة السيادة الوطنية ومصادرة السيادة الوطنية تعني مصادرة السيادة الشعبية وتحويل المكتسبات الشعبية العبارة عن أدوات للمشاريع الخارجية على وجه التحقيق اليمنيون دائما ربما أكثر ما أكد الفكرة السياسية لمشروع الجمهوري في سبتمبر والمشروع الوطني في الثورة الرابعة عشر من أكتوبر أكدوا على فكرة رفض الوصاية الوصاية بكل مضامينها الوصاية الدينية باسم الحق الإلهي في الحكم في الشمال أو الوصاية السياسية الخارجية أو حتى الوصاية الفرعية المتعلقة بالوصاية المناطقية ولذلك لأهمية هذا الفكرة ربما النشيد الوطني اليمني أختتم بهذه الفكرة على وجه التحديد لن تردني على أرض وصية لمخاوف اليمنيين التاريخيين من فكرة الوصاية التي تستلب الذات اليمنية على طول الخط وعلى مدار السنين والعقدة التاريخية المتعلقة بأن كل المشاريع الوطنية وفرص تعافية الدولة اليمنية في الحديثة لم تجابها الرفض الداخلي ولم تجابها نتجة للوعي المتدني للشعب تم اقتل فرص تعافية الدولة اليمنية من قبل أدوات الخارج ومن قبل أيضا زج النخب السياسية اليمن في أتون الصراعات الدولية وأتون الصراعات الإقليمية على وجه التحديد هذه الأمور يجب أن تقرأ في ذكرى ثورة أكتوبر يجب أن تقرأ التجربة من اللحظة التي تصارعت فيها مكونات الثورة فيما بينها البين وقصد هنا جبهة التحرير والجبهة القومية إلى الضربة التي تعرض لها المشروع الوطني في ثورة الرابع عشر من أكتور وهي الضربة المؤلمة وأقصد ذلك الأحداث يناير الأليمة التي صفت العقل الوطني الذي كان يحمل فكرة الدولة الوطنية يجب أن تقرأ هذه التجربة السياسية يجب أن تقرأ الوصائل الخارجية يجب أن لا ترتهن اليمن لهذه الفكرة الخطيرة جدا ونحن عندما نقصد بمسائل لا نقصد طرف بعينها نقصد على وجهة تحديد المثلثة الإقليمي المملكة العربية السعودية وأدواتها إيران وأدواتها الإمارات العربية وأدواتها بما في ذلك حتى الدول المجاورة إذن اسمحوا لي أن ينضم معنا عبر الهاتف أستاذ عمر بن هلابي الكاتب وناشط السياسي من الرياض مثال خير أستاذ عمر مثال خير أستاذ يا أهلا وسال أهلا بك بداية أكتوبر ماجيد وأود أن أسألك عن دلالة الاحتفاء بهذه الثورة العظيمة واستمرارية التذكير بما قدموه السوار العظام نعم ثورة 14 أكتوبر هي ثورة شعبية عظيمة تمثل لنا بشكل خاص في حضر موت وعدن وعامة اليمن حدث تاريخي ونقلة تاريخية جبارة من التخلف إلى بداية التطور وبداية التقدم إلى حرية الإنسان اليمني شمالا وجنوبا ونحن بهذه المناسبة اسمحوا لي أن نهني شعبنا في حضر موت وعدن وفي كافة اليمن عامة ونهني لأخر رئيس عبد ربو منصور هادي الذي يعتبر أحد رموز تلك الثورة الذين شاركوا فيها والذي لا زال يؤمن بأهدافها وتحقيقها ويسعى جاهدا لتحقيق الهدف السلامي لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر نعم إذن يحتفل اليمنيون بهذه المناسبة وبمناسبات وطنية عديدة أستاذ عمر ولا يزال الوطن يأم تحت ضربات الأطماع الإقليمية المحيطة به والتدخلات أيضا الرامية لتفتيت البلاد برأيك ما هو مستقبل كل ذلك وخصوصا يعني مستقبل الوطن في ظل كل هذه التجاربات الموقع حقيقة الموقع الاستراتيجي لليمن والثروة العظيمة التي يختزنها الأرض اليمنية أوجد أطماع كبيرة عبر التاريخ أطماع أقليمية وطبع دولية ولكن حقيقة سبود الشعب اليمني واعتزازه بنفسه واعتزازه بتاريخه يفشل كل هذه المحاولات ومثلما أفشل والمحاولات السابقة عبر أصور التاريخ يفشل أي محاولة لنيل من كرامته أو سياجته مهما كانت هذه المحاولات في الظاهر ربما يتهيّل البعض باستطاعته بالسيطرة على الشعب اليمني أو انتزاع سيادته ولكن هذه أثبتت فشلها عبر التاريخ ولا يمكن أن تنجح أي محاولة لإخضاع الشعب اليمني لأن الشيء الوحيد الذي يتميز به الشعب اليمني شمانا وجنوبا هي الكبرية الوطنية التي لا تقبل المنازعة ولا تقبل المغايضة عليها بأي حال من الأحوال وذلك تفشل جميع المحاولات نعم برأيك أستاذ عمر هل بيوسع هذه الذكرى أن تلهم أحرار البلاد اليوم لاستلهام ما قدمه ثوار الأمس لتحقيق الناصر والاستقلال والعزاء الكرام خصوصا مع تراكم الصخط الشعبي لما يحدث خاصة في الجنوب ما يحدث هي تراكمات حبيبا ليست في الجنوب فقط ولكنها تداعيات وتدافلات إقليمية ومشاريع صغيرة لأذات غير بعد وطني نعم الشعب اليمني أدرك هذه الحقيقة وبدأ يصفق قيادة الأخر رئيس عبدالبو بنصور هادي لإفشال كل هذه المشاريع شمالا ولجنوبا وإفشال هذه الانقلابات التي حدثت بدعم فاريس وفي مقدمة المشروع الحوثي الذي يخود المشروع الإيراني الذي يخوده الحوثي لتقويض الدولة في اليمن وتقويض الأمن العربي والأقليمي بشكل عام وإيضا هناك من يحاول الالتفاف والتماهي مع هذه المشاريع بانقلابات أخرى وجرنا إلى معارف جانبية ولكن الشعب اليمني يصمد ويصمد ولازال يؤكد بأنه سيقف خلف قيادة في قيادة الأخر رئيس أفرم المنصور هادي ويدعم استحالف طالما أن استحالف سيدعم السيادة الوطنية ويحافظ على الدولة اليمنية كدولة ذات سيادة واستقلال نعم شكرا جزيلا لك عمر بن هلبي الكاتب الناشط السياسي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عود إليك أستاذ محمد تتفق الأطماع الاستعمارية بصورتها الجديدة على تقاسم الوطن بين إيران والإمارات والسعودية كيف لليمانين مجابهة هذه الأطماع في الشمال والجنوب خاصة وشرعية الأسف باتت بلا قرار هو أن تكون البداية من حيث بدأ الآباء المؤسسين للحركة الوطنية في الشمال وفي الجنوب على وشهد تحديد هؤلاء العظام الذين تذكر ذكرهم وأقصد ذلك نجيب قحطان الشعبي فيصل الشعبي عبود الشرعبي الفدائي الكبير باذيب عمر الجاوي مدرم وكل رموز الحركة الوطنية في الجنوب ما الذي جعلهم يصنعوا الفارق الذي جعلهم يصنعوا الفارق حاجة أساسيتين الرؤية الوطنية الواضحة والنقطة الثانية وهي في غاية الأهمية الإرادة الإرادة والإيمان الكبير بالشعب نخبة السياسية للأسف الشديدة الموجودة داخل الشرعية على وجهة التحديد باعتبارها الحامر الأساسي والمسؤول الأول على المشروع الوطني في اليمن ينقصها الإرادة السياسية على وجهة التحديد وينقصها فكرة الاستقواء بالداخل هذه الفكرة الخطيرة هي التي جعلت القرار اليمني مستلب على وجهة التحديد وفق تغدير الشخصي أن اليمن لا يمكن أن تتعافى إلا بخلق القوة الشعبية الجديدة التي تنطلق من المنطلقين الأساسيين الذي أنطلق منهم الآباء المؤسسين للمشروع الجمهوري فكرة الإرادة وفكرة الإيمان بالشعب الثقة بالشعب لدى قيارة المشروع الوطني في ثورة الرابعة عشر من الأكتوبر جعل نجيب قحطان الشعبي يضع رأسه برأس إمبراطورية كانت لا تقيب عنها الشمس جعل عبد الباذيب وعبد الفتاح والمرشدي يسطح أن الشعب زلزلة عاتيها الثقة والإيمان بالشعب وبرع يستعمار برع من أرض الأحرار هذه النقطة الأساسية إذا تحررت منها النخبة السياسية وأعتقد أنها لن تتحرر وأمنت بالإرادة اليمنية وفكرة الاستقواء بالشعب أعتقد ستغير المعدلة ما لم ستظل اليمن رهينة قرار للأسف الشديد يتواجد في مساحة تقريبا 2 كيلو في مدينة كانت عاصمة للثورة المضادة إسمها الرياضة نعم إذن أعود إليك بعد أن أسأل الأستاذ مدرم أستاذ مدرم ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر هي تجديد للعهد بين اليمنيين لدحر المحتل الجديد من جنوب الوطن برأيك ما هي الأدوات الوطنية التي يمكن من خلالها كثر الهيمنة والتجريف الذي يطال السيادة الوطنية ومقدرات البلاد المحتل يظل هو محتل مهما تلقون الأشكاله وتبدلت ألوانه وتغيرت أسماؤه يظل الاحتلال الاحتلال كاتم على صدر الأحرار وكاتم على إرادة الوطنية والاحتلال دائما من أجل أن ينفذ أجنداته ويبقى طوال فترة ممكنة دائما يستخدم أدوات محلية وذلك ما كان في الاحتلال البريطاني آنذاك كان لديه أدوات محلية وكان عبرها الذي تم تنفيذ كامل أجنداته كان يقيم حكومات محلية كان يقيم جيش محلي وكان من عبرهم كانوا هم الذين تتقسسون على التوار وكان من عبرهم هم الذين يبتون الإشاعات والتخويف والترهيب وعبر تلك هذه الجهات كانت تستمر السيطرة وتبدلت الحداث والألوان والآن قادت المرحلة الحالية التي نحن فيه وفي ثوب حديد في ثوب عصري في عمل في القرن الواحد والعشرين في وسائل متعددة نفس الأسلوب بس بأسلوب حضاري مرة لأن يستخدم أدواته أدواته عبر مواقع الإعلام ومواقع الأخبارية عبر مواقع التواصل عبر بت السموم والأفكار المغلوطة للسيطرة على الشباب للسيطرة على المواطنين للسيطرة لتضليل أفكارهم لتضليل رؤياهم يقلب الحقيقة إلى كذب ويقلب الكذب إلى حقيقة في هذه المرة في هذه الأيام هذا ما يمرره لاحتلال إلى جانب الذي أدوات أخرى هم كانت على الأرض وهي أدوات أخرى الآن المليشيات كان في السابق ماذا كان أيام بريطانيا كان هناك في جيش محلي وبالأصحة جيشين كان هناك جيش البادية وكان هناك جيش اللوي وهذه جيشين هم أدوات محلية وكانوا ينفذون أجندات خارجية الآن هناك أجندات أخرى وقيوب نفس التفصيل ونفس الأشكال هناك النخبة المناطقية كالشبوانية وكالحضرمية وكالمهرية وكالسقطرية وهناك الحزام الأمني وسوى ذلك في ما يؤكد أنه نفس الأجندات على سبيل المثال إذا كان التحالف لا يسمي نفسه احتلال بل نحن نؤكد عليك أنه احتلال لماذا ينشأ قوات أو مليشيات مناطقية لأنه يدرك أنه في بعض فترة أنه راح وسيترك أثره وسيتم الاقتتال بين أبناء هذا الشعب بين المناطق ذات بينها بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك يعني نحن على مستوى المحافظات نقول النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية بل عندما تأتينا إلى شبوة كما ناطق كل قبيلة لها نخبة وكل قبيلة من نخبته يعني من ذاته يعني هناك شيئتين اقتتال محلي واقتتال على مستوى المراكز والمديريات في إطار المحافظات وهناك اقتتال على مستوى المحافظات هذه هي أجندة الاحتلال الاحتلال لا يريد لشعوب الحرة أن تكون حرة وخاصة الذين في إطار الأنظمة اللي نستطيع أن نقول الشمولية والدكتورية ما يتم مثلا عندنا في بعض دول الخليج لا يستطيع أن يمرسون يعني إذا وقدنا تغريدة تغريدة بسيطة على الفيسبوك يتم اعتقالهم هناك عشرات المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مواقف وطنية بسبب تغريدة بسبب أي شيء هؤلاء يريدون شعبنا في اليمن عامة وفي القنوب خاصة أن يستنسخون خصة من شعوبهم لكن نحن شعبنا تمرس على أنواع وأشكال المقاومة عندنا في القنوب كانت بريطانيا وكان قبلها الأثراك وكان قبله البرتغال وعلى مختلف المراحل وهذا الأساليب الذي تمارس قد مارسها الاحتلال البرتغالي والجميع يدرك قصة في تلك الفترة وتناقلتها الأجيال من قيل إلى قيل وحقت لنا آباء أمهاتنا وقداتنا عن ما قرر في هذه اللحظة ما تناقلنا عن آباءهم وأقدادهم ولكن نحن نكرر إن الثورة قائمة وإن إرادتنا لم تقهر وإننا خلقنا أحرارا وسنموت أحرارا أن نعيش على أرضنا على أرضنا أحرارا أو يفتخر بنا أبناءنا وأحفادنا ونحن تحت التراب بأن آباءهم كانوا أحرارا ويضربون بنا المثل لتستمر الثورة وليستمر النضال ويستمر رفض الأقنبي نحن هؤلاء في الخليج تحديدا في الخليج العربية والتحالف هم أقرب الناس إلينا وحتى أقرب الناس إلينا من إيران ونحن نشترك معهم في الدين ونشترك معهم باللغة ونشترك معهم بالمذهب ونشترك معهم بالقوار ولكن كانوا أشروا علينا أشروا علينا من إيران أشروا علينا من بريطانيا أشروا علينا من الأتراك ومن البرتغال نعم إذن أستاذ مدرم إنما يجري الآن هل تعتقد أن ما يجري الآن هو أشبه؟ إذا رأينا مثل الاقتحامات في البيوت يكون التائر أو الناشط في الشارع في سقلقات في المزجد يتمشأ طولاً لا اليوم ويأتي آخر الليل تأتي قوى لتداهمه لماذا تداهمه؟ أستاذ مدرم هل تعتقد أن ما يحدث الآن؟ تريد أن تكسر إرادته هل تسمعني أستاذ مدرم؟ وشعبنا لن ينكسر داهموا كل بيت داهموا كل قرية داهموا كل منطقة سنظل سنظل نحن أبناء والأبناء الرعيلة الأول من التوار نحن الذي سقانحنا الزعيمة حسن باعوم الفكر الفكر الذي رفض عفاش في أشد مراحله في أشد قواته برأيك أستاذ مدرم إذا سمحت لي أو إذا تمتنت من سماعي ويستمر أولادنا وأحفادنا تورة الرابع عشر من أكتوبر القنوبية في الذي انطلقت من قبل قبل رتفان كانت أين ملادها كانت سلاحها يأتي من تعز نحن شعب واحد نحن شعب واحد بدولتين هذا الاختلاف بيننا ولكن يظل الشعب هو شعب واحد ما يؤمن به مجرس الحراكة التورية أنه نحن شعب واحد في إطار دولتين الجميع يحترم الاحترام المتبادل فيما بيننا والآراء والإرادة الوطنية وهذا ما يستمر وستستمر إرادتنا إلى ما شاء الله نعم إذن يبدو أنك لا تستمع إليه جيدا أستاذ مدرم شكرا جزيلا لك مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن نعود إليك أستاذ محمد أستاذ محمد ما ذكره الأستاذ مدرم بالشيء الذي يشعر الإنسان بأن هناك أمل حقيقي قادم خاصة بوجود مثل من يفكر هذه الأفكار برأيك ما حدث الآن هل يعد حركات تصحيحية كما حدث في ثورتي سبتمبر وأكتوبر بعد الثورة بسنوات هل يمكن أن نشبه بنفس الوضع لنقول أن هذه حركات مماثلة تنتظرها ثورة فبراير في عقل الأمر في اليمن من الحركة الوطنية الثورية من خلال منتصف القرن ميزتها الأساسية أنها قائمة على فكرة الديناميكية أن حتى عندما تكسر تطلعات الشعوب تقريبا ينتص اليمنيون الصدمة ولو تأملت أستاذ آسيم من منتصف القرن حتى هذه اللحظة لم تنكسر الإرادة اليمنية على وجهة تحديد في أصعب الظروف وفي أكثر الظروف تعطلها مثلا في قراءة سريع بدأت وانطلقت الحركة الوطنية في منتصف الثلاثينات إلى أول العربعين تنكسرت في الشمال في ثورة الثمانية واربعين انتصر يمنين الصدمة ثم خلقوا إرادة شعبية جديدة في انتفاضة خمسة وخمسين اتفقنا واختلقنا معها لكن كانت تعبر عن ديناميكية الحراكة الوطنية انكسرت في انتفاضة خمسة وخمسين ثم تم التحذير لحراك وطني جديد وثورة جديدة بسكف أعلى في الأول كنا ننطلب الإصلاح الدستوري ثم بعد ذلك جاءت فكرة الجمهورية كتغيير جدري شامل ثم بعد ذلك جاءت بعدها ثورة الرابع عشر من أكتوبر التي تكونت ثورة السادس والأسين ستنبر من عدن فعدن هي مفتاح التحولة الوطنية التحولة الوطنية عبر التاريخ من آلاف السنين تبدأ من البحر باتجاه السور والسواحل ثم تأتي إلى الجبل وأيضا ثورة الرابع عشر من أكتوبر جاءت ثم انكسرت هذه المشروع الوطني في الجنوب والمشروع الوطني في الشمال وبدأ الصراع داخل البيت الثوري الواحد تخلل إلى إنتاج ما يمكن أن نسميه ثوب وطني داخل ثورة الرابع عشر من أكتوبر وثورة اسمها السادس والأكتوبر لكن مضامينه كانت بعيدة وبالذات في الشمال عن ثورة السادس والأكتوين من سبتمبر وإلى حد ما وبالذات في مضمونة ديمقراطي كان بعيد في المشروع الوطني في الجنوب ثم تعرض بعد ذلك الحركة الوطنية لصدمة في ستة ثمانية امتصت الصدمة وتم تكليل هذه الصدمات في الجنوب وفي الشمال إلى مشروع وحدة ثلاثة مايو الذي جاءت للأساس بمضمونة ثورتين سبتمبر وأكتوبر وجاءت تحقق أهدف الثورتين تم الانقلاب على هذا المشروع في الحرب سيفة أربعة وتسعين وفي المرحلة الانتقالية الذي بدأت تصفية كوادر الشريك اليمني في الجنوب بكل صراحة في الوحدة انكسر هذا المشروع في أربعة وتسعين عاش اليمنيون الصدمة والانكسر في الجنوب وفي الشمال ثم تخلق بعد ذلك ما يمكن أن نسميه بتكوين سياسي اسمه اللقاء المشترك التي شكل نواه معينة وبعد ذلك تخلق الحراك الجنوبي هذا الحراك الجنوبي وتفاعلة الجنوب والشمال أدت بعد انتخابة الرئاسي 2006 التي شكلت الذروة السياسية إلى ثورة 11 من فبراير التي تكللت وحولت شعارة أهداف الثورة في الجنوب وفي الشمال وفي فبراير بالمناسبة هي جاءت تصحيح ثورة وحدة من خلال مؤتمر الحروطني تعرض هذا لانقلاب والأسف الشريك بدعم إقليمي انكسر اليمنيون ثم خلقوا ما يمكن أن نسميه بالمقاومة المقاومة والشرعية تم اختطافها من قبل التحالف العربي الذي ادعى أنه سيتم سعادة الشرعية ما الذي حصل؟ هل توقف اليمنيون؟ لا بدأت بوادر انتفاضة واسعة بذورها في المهرة بذورها في سقطرة بذورها حتى من الحركة التصحيحة التي بدأت من داخل السلطة نفسها ما أخذ ملاحباتنا لها ونقصد بذلك شخصيات في البرلمان ووزراء في الحكومة كان لهم موقف وهذا يشير إلى أن اليمنيون كطائر العنقاء تنتفض من تحت الركام وليمكن أن يفرطوا في مكتسباتهم الوطنية نعم لو عدنا لبيانكم مستاذ محمد الذي أصدرتم في مجلس شباب الثورة حذرتم في هذا البيان بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر حذرتم من استمرار الدور الخطير الذي تمارسه دول التحالف والتي تعد المقوض للمشروع الوطني برأيك ما مخاطر استمرار مثل هذا الدور مخاطره هو إنتاج فكرة الوصايا دائما اليمنيون وفرصة تعافي الدولة اليمنية كانت تقتال بفعل الوصايا الخارجية حتى اغتيال سالمين وحتى اغتيال الحمدي وليس هناك المقام مناسب لذكرهم كان بفعل الوصايا المجلس في بيانة حذر دائما من إنتاج الوصايا لأننا أقول لك بكل صراحة هناك ولدينا معلومات مؤكدة ما يمكن أن نسميها بوادر مبادرة خليجية ثانية هذه المبادرة الخليجية الثانية قائمة على فكرة الوصايا وهيمن الطرف خارجي على نواة الدولة اليمني وهذا بدورة ثورة مضادة لفبراير ولأكتوبر ولسبتمبر لماذا؟ لأن بوادر المبادرة الخليجية الأولى ما الذي أنتجت؟ أنتجت دعم ثورة مضادة وانقلاب أول ثم سيتم إعادة إنتاج مبادرة خليجية هذه المبادرة الخليجية الثانية إذا لم يترك المشروع الوطني تصحيحي غير مرتهل للخارج أنا سأقول لك من هذا المكان والزمن سيثبت ما سأقوله سيكون هناك انقلاب خليجي ثاني على المبادرة الخليجية الثانية كما تم رعاية انقلاب خليجي أول على المبادرة الخليجية الأولى نعم إذن برأيك مهل إجراءات على المستوى الشعبي وسياسي لمواجهة هذا التغول وربما الوصاية التي يراد لها أن تكون ليس هناك إلا تخليق قوة وطنية جديدة قائمة على فكرة الانتماء إلى اليمن إلى الذات اليمنية الجامعة وعدم الارتهان لأي مشروع خارجي أين يكون هذا المشروع لا ينبغي أبدا أن نطلق صفة الوطنية إلا على من يعمل حاجتين أساسيتين تحقيق مضامنا الجمهورية والتي في مضمونها الأساسي مساوى قانونية لا تكون بديل للمساوى الاجتماعي ولكنها مقدمة لها اثنين الاهتمام بأصحاب المصلحة الحقيقية للتغيير وهم عموم المواطنين الثالث وهو في غاية الأهمية أن تكون المصالح القومية لليمن مقدمة على سوءها من مصالح أي أطراف كانت داخلية أو خارجية وهؤل الناس داخل هذه القوة الوطنية الجديدة يجب أن تكون أياديهم نظيفة من الدم وأن تكون بطولهم نظيفة من المال العام نعم إذن برأيك هل لا يزال هناك حلول في أفوق الأزمة على قاعدة المرجعيات الثلاثة التي يعتبرها المجلس مجلس الأمن يعني أو أيضا مجلس شباب الثورة الذي ذكر ذلك في بيانه هل تعتبر مدخل حصري لحل القضية اليمنية؟ لا يمكن أبدا أن يتم هناك حل طبعا نحن نرحب بأي حل السياسي قايم على فكرتين أساسيتين استعادة الدولة اليمنية كاملة غير منقوصة وبالذات استعادة القرار السياسي إثنين البناء على تراكمة ثورة فبراير والحراك الجنوبي السلمي ونقصد بذلك المرجعيات الأساسية على وجه التحديد الذي حولت أهداف وشعارات الحراك الجنوبي وثورة الحادي عشر من فبراير ونحن هنا ندين للحراك الجنوبي في أنه كان صاحب السبق وهي نقصد بذلك مخرجات الحور الوطني القائمة على فكرة دستور جديد قائمة على حل القضية اليمنية الكبيرة ونواة هذا الحل القضية الجنوبية التي على ضوها تم تأسيس حاجتين أساسيتين مهمية تم الانقلاب عليهم الآن هو فكرة التوازن الوطني بين الشمال وبين الجنوب هذا حق شرعي وحق وطني في أن يكون الجنوبين شريك حقيقي أساسي في بناء الدولة اليمنية والنقطة الثانية وهي فكرة الأقاليم القائمة على توزيع السلطة والثروة والذي يقول كثير من أطراف في الجنوب وفي الشمال أنها في الحقيقة تقسيم لليمن وهي في مضمون الأمر تقسيم للسلطة والثروة وهذا في حقة الأمر أي حل خارج هذه المرجعية الأساسية أنا أقول أنه لن يهدد فقط الأمن القومي لليمن سيهدد الأمن القومي للجزيرة العربية واليوم إذا كان إذا تم الاستمرار في إنتاج حلول مشوهة قائمة على فكرة طعافة دولة اليمنية لن يتضرر منها اليمن فقط إن الشاه في اليمن يعني على طريقة ما قالت أسماء بنت أبي بكر ابنها إن الشاه لا يضرها سرقها بعد ذبحها اليمن ذبحت من قبل الممولى الخليجي إذا تم إنتاج مبادرة خليجي مشوهة لا تقوم على أساس بكرة السعادة الدولة اليمنية أنا سأقول أن التهديد سيصل ليس إلى العمق الاقتصادي الآن كما حصل في المحيط الخليجي ولكن سيصل إلى ما هو أهم من العمق السياسي وربما العمق الروحي والأمر واضح إذن شكرا جزيلا لك محمد المقبل يمين عام مجلس شباب الثورة كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكر لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه المترجم للقناة المترجم للقناة